تعالى اقول لك نتائج المصرية النهاردة في اولمبياد باريس مش يوم عظيم وحنقولنا احنا لسه مستنين الايام العظيمة الرابط باذن الله عزمي بحلبة فشل في الوصول نهاية رماية الاسكيت للمرة الرابعة على التوالي بعدما احتل المركز العاشب برسيد 121 كافضل رقم شخصي له في تاريخ مشاركاته بدورات الالعاب الولمبية وبفارق طبق واحد عن المراكز المؤهلة للنهاج وضع عمر ابراهيم منافسات رماية الاسكيت من التصفيات باحتلال المركز 29 وقبل الاخير برسيد 106 اطباق في منافسات الشراع حلت خلود منسي في المركز 29 في السباق الرابع وال41 في السباقين الخامس والسادس لسباقات التصفية الخاصة بالقارب الشراعية احتل علي بدوي المركز 41 في السباقين الخامس والسادس لسباقات التصفية الخاصة بالقارب الشراعية وانسحاب مروان القماش من منافسات تصفيات سباق 1500 متر حر أصباحة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكتف وانسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية بسبب معاناة جواده من الإصابة دي موعدنا بكرا إن شاء الله موعد المنافسات اللاعبين المصرين عمر خليد هيشارك في تصفيات 25 متر المسادس ضغط وذلك في العشرة صواحا ومنتخبنا الوطن الكرة اليادة هيواجه النظير الأرجنتيني في الجوة الأخيرة بدون المجموعات الساعة 12 الدهر السلاح منتخب مصر للرجال هيواجه أمريكا في الساعة الثانية 10 و 50 ديئة زهرا وفي الشراع علي بدو يشارك في سباق 7 و 8 متر وذلك في الساعة الواحدة و 5 دقائق زهرا وخلون منسي تشارك في سباق 7 و 8 متر وذلك في الساعة الثالثة و 35 عصر وخلون منسي تشارك في الساعة الثالثة و 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 تشارك